بعد مرور أربعة أشهر من الأداء الجيد نسبيا لشباك التذاكر الأمريكي انخفضت إرادات الشهر الماضي بنسبة 11% مقارنة بمعدل الشهر أكتوبر للعام الماضي وانخفضت بنسبة 31% مقارنة بسنوات ما قبل الجائحة وإلى حين وصول أفلام عيديا الشكر والميلاد ستكون الأيام المقبلة هادئة أملا في أن تنتعش الصلاة مع قدوم فيلم راد وون في منتصف نوفمبر الجري أما هذا الأسبوع فقد انطلق في صلاة السينما الفيلم الدرامي هير حول تجربة عدة أجيال في مكان واحد الفيلم من بطولة توم هانكس وروبن رايت نتابع 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 وينضم مشاهدين إلينا من بيروت الناقد السينما إلياس دومبر أهلا بك معنا إلياس يعني يعود المخرج روبرت زيميكس والنجم توم هانكس التعاون للمرة الخامسة في فيلم هير ويصادف اطلاق الفيلم مع ذكرى الثلاثين لنجاحهما الأول والكبير في الفيلم الجميل فوريست جمب برأيك لياس هل نجحت هذه الثنائية مجددا في فيلم هير مرحبا عزيز تيمونة يعني أولا اسمحي ليتوقف عند اسم روبرت زيميكس لأنه عن جده من أهم المخرجين اللي أنا بالنسبة لي شخصيا طبع يعني الطفولة والمراهقة وخاصة مع ثلاثيته الرائع باكتو the future هو فريم دورج الرابت وصولا إلى فوريست جمب اللي ذكرتها لأننا نحتفل بذكرى الثلاثين ولعله جويبا على سؤالك بعتقد كان عم يحاول روبرت زيميكس أكيد بيتعاونه الخامس مع توم هانكس أنه يعيد استحضار ذكريات ونجاح بالتحديد فوريست كامب وخاصة أنه كمان في معه رومان رايت وفريق العمل كله من الكاتب إيريك روس إلى مؤلف موسيقى ألين سيفستش وحتى مدير تصوير دون بيرغس ولكن للأسف الفيلم ما نجح أول شيء إذا بدي حكي عن الصعيد الكتابي لأنه إحنا ما شهادنا الفيلم بعد عندنا بصليتنا ولكن مما سمعت وتبعنا من أكثرية النقاد أنه غاب عنه عنصرين أساسيين من نجاح فوريست كامب هو الرواية المقنعة وهذه الروح الفكهية المطاعمة بالدراما التي لا تجعل العاطفة تغلب على القصة بالإضافة أيضا إلى أن هناك عناصر تقنية لم تنجح معه يعني في أهم عنصر هو الدي ايجينج تكنولوجي وهو عنصر تصغير السن عبر التكنولوجي نجحها يمكن آخر مرة مع مارتن سكورسيدي بـ The Irishman 2019 لأنه استعملوا باعتدال ولكن في هذا الفيلم حسب ما سمعنا ورأينا شوي بالتريلر أنه السيء الاستعمال إذا فينا قول روبرت زيميكيس أو زاد من الاستعمال لدرجة أصبح محط انتقاض ومطاعم الفيلم بإذا بديك هذا العنصر التقاري الذي زاد من جمالية هير بالإضافة أيضا العنصر آخر هو أنه نشوف حتى شهادنا بالطبع أنه عم ياخد هو المشهد من منظور واحد من كاميرا أنجل واحد من زاوية وعم نشوف كيف هل هذه التحركات عم تتغير قدامنا ضمن وحدة المكان والزمان أنا هون نلقيت فيه نوع من أماج أو تكريم إلى السينما من بيديت من أكثر من مئة سنة ولكن الطريقة اللي استخدم فيها هذه التقنية ما قدت إلى زيادة بالإبداع الفني الياس منذ النجاح العالمي والغير متوقع لفيلم تيكن عام 2008 تجددت مسيرة الممثل ليام نيسن الذي طبعا أصبح نجم أكشن بمنتصف الخمسينيات من عمره هل يحمل فيلمه أبسولوشن الأخير أي جديد برأيك؟ يعني كمان مونة هيدا الفيلم اللي بعد ما شاهدنا بصليتنا وإن شاء الله بنشوفه قريبا صار حسب كمان مقاريت معنوين أنه عم نشاهد ليام نيسن بدور ليام نيسن في فيلم جديد ليام نيسن يعني ما يدعي إلى التكرار والأسف برغم من أنه مثل ما ذكرته بمنتصف الخمسينيات نجح جدا كنجم أكشن ليام نيسن ودون شك أنه يتواجده بفيلم ولو كان ضعيف البنية بيبقى إلو وقع جد مهم ولكن هلأ بنحكي عن تفاصيل هذا الفيلم ولكن تكرار هذا النوع من الأفلام أفقدها قدرها أو قيمتها ولو هذا الفيلم لم يكن هو ذات البنية الضعيفة لأنه حسب كمان مقرأنا أنه الفيلم كان نوعا ما جيد ولكنه كان نحيفا من الناحية الدرامية يعني لم يكن لفيه هذا الغنى بأسردية قصصية ولكن أفضل من الأفلام اللي شاهدنيها كنا مؤخرا اللي عم يعيوت دائما دوره فيها ليام نيسن دور الأب القوي اللي دائما عم يدافع عراض عائلته إذا تمكن أحده من تهديدها أو حاولة العبث معها وتهديدها لذلك عم يكرر هذا الدور ولكن دون شك باعتقد أنه ليام نيسن حتى شفنا أدوار جد درامية بأواخر عشر سنين مثل سايلنس ومارك فلت وغيرهم ومتأملين مثل ما هو عم يوعد هلأ أنه سوف يتخلص أكثر من هذا الدور لأنه هلأ صار بأول السبعينات ويتوجه أكثر إلى الدراما لذلك هذا الفيلم ليس فيه من جديد إلا أنه هو محاولة أخرى للاستفادة من شخصية ليام نيسن ولعله يمكن عم يجربوا يجابوا يعملوا منه مثل شارلز برونسون اللي شفناه بالسبعينات ونجحوا فيها معه نعم لياس جريتا جيرويج مخرجة فيلم باربي تصدرت الأخبار مؤخرا في محاولاتها إقناع منصة نتفليكس عرض اكتباسها الجديد من سلسلة The Chronicles of Narnia بصلاة سينما آيماكس من حول العالم ما الذي يجعل سياسة نتفليكس متحفظة إلى هذا الحد برأيك؟ مونة سؤالك جدا مهم خاصة نتفليكس وبالتحديد يعني مؤسسة ورئيسة تات سراندوس بيقول بنسبة لقاله أنه نحنا هو وريد هاستينغز بيقوله أنه نحنا بنسبة لقالنا سياسة نتفليكس وهذه المنصة إن كانت نجحت هو لأنه عروض أفليمة هي إكسلوزيف أو حصرية فقط على المنصة ولا تتشارك إطلاق العروض في صلاة السينما إلا أنتما نشوف كل سنة بعض الأفليمة الدرامية تحتها تصبح إليجبل أو مخولة لخوض سباق الترشيحات الأوسكار بنزلوها حوالي أسبوع أو شهر ببعض الولايات في المتحدة الأمريكية حسب أكيد قوانين الأوسكار أو أكاديمية الأوسكار التي تجدد كل سنة ولكن جاتا جوروك لعله يمكن مش بس كنت أول مخرجة تصدرت شباك التذاكر بأرباح قاربة المليار ونص مليون دولار عالمية مع فيلم باربي كمان لعله يمكن أن يكون أول مخرجة إذا دمكنت وحسب ما نشوف يمكن آيماكس طرد معه أنه يكون فيه عرض بصلاة الآيماكس بالعالم لفيلم The Chronicles of Narnia وخاصة أنه هذا الفيلم النوع الفنتازي الخيالي الساحر ما رح يكون أكيد ياخد قيمته على شاشات التلفزي قد ما تقبر عنه في ألفين مت ما ياخد قيمته بصلاة السينما ولعله عم تسكوا منسكوا نحن متما قلت صلاة آيماكس يعني عم نحكي عن حوالي ألفين صالة بي تسعين دولة حول العالم لذلك أتأمل أنه تنجح جوروك في هذا الأمر وتصبح نتفلكس أقل تحفظا فعلا اللي أنت بقوله فقط من أجل تقدير هذا النوع من الأفلام السينمائية وبعتاد أنه ما رح يتقلق متى نتفلكس إذا قامت بهذا النوع من المساومة أو الاتفاق مع مخرج جوروك نعم ليس لا يمكننا أن نسألك عن موضوع الشركة المنتجة لفيلم بلايد رونر 2049 التي رفعت دعوة قضائية ضد إيلون ماسك متهمة إياه باستخدام صور من هذا الفيلم بشكل غير قانوني ولأهداف طبعا تجارية ترويجية أين يكمن الضرر من تلك الممارسات اتجاه صناع السينما وسريعا ليس لو سمحت أكيد عزيزتي بغض النظر عن شخصيته لإيلون ماسك المستفذة جدا واللي كل يوم تقريبا فيه دعوة قضائية ضده فيه ضررين أول شيء الضرر المباشر أنه ما كان فيه اتفاق مادي بينه بين هذه الشركة حتى يستعمل هذه الكوبي رايتس وحقوق الملكية الفكرية ولكن أنا بالنسبة لأيلي الضرر الأكبر هو الضرر الغير مباشر لأنه إذا ما يستعمل هذه الحقوق هذه الملكية الفكرية من دون ما يكون فيه فعلا نص قانوني واضح ممكن يكون فيه مشاكل كبيرة ترتد على هذه الأفلام أو هذا الإبداع الفني لأنه هلأ كمان كنا بنسمع أنه سيكون فيه مسلسل جديد بلايد رانر 2099 لعله سوف يؤجل حتى يعلق نهائيا من وراء هذا الخبر بسبب سوء استعمال أو دون ما يأخذ حقوق الاستعمال حتى يروج إلى سيارة جديدة عنده اللي هي روبو تاكسي لذلك دائما فيه ضرر كبير وبدأ يقول لهم للي حبين يعرفوا أكتر شو ممكن يكون الضرر مستقبليا يحضروا بس حلقة من بلاك ميرر المسلسل الشهية على نتفليكس الحلقة اللي فيها سلمة حايك وبيعرفوا قد تكون مضاعفات جد خطيرة ولو حتى كان فيه اتفاق خطي لأنه مع الأي آي أو زمن الذكاء الاصطناعي هناك خطورة جد كبيرة عند إعادة استعمال حقوق الملكية الفكرية شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات شكرا على هذه المشاركة الناقضة سينما إلياس دمر كنت معنا من بيروت شكرا جزيلا لك